في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 28 قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 34945 استوانات بوتجاز وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت 724454 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 11119 قضية سلع غزائية وتموينية مستندية وعينية بمضبطات وزنت أكثر من 3119.5 طن سلع غزائية وتموينية متنوعة وكذلك ضبط 50001 قضية مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت قرابة 256.5 طن دقيق بلدي مدعم كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت 86 طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2945 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبطات بلغت قرابة 511.5 طن كما تم ضبط 113 قضية استهلاء على الدعم بمضبطات بلغت أكثر من 54.5 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط 5 قضايا في مجال البيع بأزياد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت 54 طن أسمنت كما تم ضبط 106 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب بمضبطات بلغت حوالي 149 طن أرز شعير كما تم ضبط 229 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت 122.574 عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 730 ألفاً و771 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 308 ألف و734 مخالفة تجاوز السرع المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3504 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 163 سائقاً منهم كما تم المرور على 168 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 893 من سائق حافلات المدارس تبين سلبيتهم جميعاً كما تم فحص 610 مركبة وتبين عدم مطابقة 30 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 327 سيارة و48 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 921 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 954 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1218 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2807 مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 2997 مخالفة ملصقات وضبط 39 محلا مخالفة لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1669 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا الطيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 68987 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64 مليون ومائة ألف وستمائة وخمسة وسمانين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 372 قضية من بينها 210 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و162 قضية في مجال جرائم المضوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 42 قضية بقيمة مالية بلغت 76 مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفا وستمائة وستة وخمسين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2425 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليارين وتسعمائة وسبعة وثلاثين مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة سبعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألفا وسمانمائة وواحد وخمسين جنيها